لا يزال القطاع الصحي في الموصل يشهد تدهورا ملحوظا فالزائر لأي مستشفى هناك يرى صورة كاملة تختصر الانهيار التام في هذا القطاع حيث تواجه مستشفيات المدينة مشكلات في عندة الأعمار مع شحن في الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وذلك بحسب المسؤولين في المحافظة الذين أكدوا أن بعض المستشفيات ما زالت أنقاضا متراكمة ولم يتم أعمارها حتى الآن تزامن هذا مع حديث التسع في وسائل الإعلام اقترن بوثائق وأدلة تحدثت عن ضياع تريليون ومئتي مليار دينار حصل عليها العراق كقروض من الدول المانحة منها قرض لعدة بناء أكبر مستشفيات الموصل وهما المستشفى الجمهوري ومستشفى ابن سين التعليمي وهنا أصابع الاتهام أوجهت لوزارة الصحة محملة إياها مسؤولية إهمال تلك القروض وضياعها ما أدى إلى حرمان نينوى من أعمار منشآتها الطبية في وقت كشفت مصادر في مستشفى الطب الدري فرع نينوى عن زيادة عدد المصابين بمرض السرطان بمختلف أنواعه معللة ذلك بالأسلحة الممنوعة دولياً التي استخدمت خلال الأحداث الأمنية والعسكرية في الموصل ويؤكد مختصون اقتصاديون أن خسارة القروض واختفاءها حالة ازدادت في السنوات الأخيرة بسبب الفساد الحكومي وسيطرت الأحزاب والميليشيات على الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 قائلين أن ضياع القروض المخصصة لمستشفيات الموصل حرم أكثر من أربعة ملايين نسمة في المحافظة من الحصول على رعاية صحية مبقياً مستشفيات المحافظة خارج نطاق الخدمة الطبية